تداعبها الفرشوة الملونة والبصوط العشبي شديد الخضرة الذي ترع فيه قطيع من الغزلين المرقطة كل ذلك جعل جميلة تسقط على ركبتيها مبهورة فقال له عدي لا أظن أن أحدا رأى هذا المكان من قبل وأنا آتي إلى هنا في كل مرة أخرج للصيد وهذا المكان هو السبب الذي جعلني أعشق الغابة وأرفض تركها ثم التفت إليها وقال أردت أن أشاركك إيه فقد كان أجمل شيء شاهدته التفتت هي إليه وقالت كان تقول قال عدي نعم كان بالنسبة لي أجمل شيء إلى أن وقعت عيناي عليك ثم أمسك بيدها وحسر بيده الأخرى شعرها الأحمر الناري عن عينيها وقال جميلة أنت أروع ما شاهدته في حياة كلها وهذا المنظر لا يقارن بجمالك أردتك أن تعرفي هذا لأنها الحقيقة أثرت كلماته في صميمها فكان لوقعها على قلبها كوقع السحر تطافر دمعها فقفزت إلى أحضانه مرة أخرى وعانقته بشغف فانطلقوا يجري وراء بعض يمازحها وتمازحه تعلوهما أصوات الضحك الممزوجة برنين الفرح والمصرة أنضى الحبيبين ساعات في تلك الواحة الغناء فلما حل المساء أحس عدي بعيون تراقبهما من بين الأحراش الكثيفة فطلب من جميلة أن تتراجع لكنها قالت لا بأس يا عدي إنه ليس سوى بأسل وهنا قفز ذلك الذئب الضخم من بين الأحراش وانضم إليهما عانقت جل ذئبها المدلل وتحدثت معه بلغة كوكبها الأم فأطرقت قليلا بوجوم ثم تبدلت ملامحها وبينت عليها إمارات الفرحة فالتفتت إلى عدي وقالت أخبار سعيدة يا عدي فقد أخبرني بأسل بأن المحتلين لم يظهروا حتى الآن وهذا يعني أنهم لم يكتشفوا مصار هروبي نحو الأرض ولو فعلوا ذلك لكانوا هنا منذ ساعة قال عدي هل يعني ذلك أنك أصبحت بمأمن هنا من الآن فصاعدا هزت رأسها بالإيجاب وقالت بلى لكن في حدود الغابة فقط قال عدي إذن سأبقى معك في الغابة ولن أتركها أبدا حالي من حالك وشعرت هي بالغبطة والسرور فقالت أنا محظوظة للغاية لأني سقطت هنا لتعثر أنت علي يا حبيبي من دون كل الناس قال عدي إسمعي لدي في الكوخي قميص سيبدو واسعا عليك لكن بإمكانك ارتداؤه لهذه الليلة بدلا من تلك الملابس الضيقة جدا وغير المريحة والتي تكشف تقطيع جسادك بأدق التفاصيل عذرا لصراحتي قالت جميلة تقصد أني لن أرتدي سوى ذلك القميص قال عدي نعم قلت لك أن القميص واسع وهو مثل البلط الكبير وهو سيغطي جسدك ويسترك كما تعلمين حكى رأسه وهو يقول ذلك بشيء من الحياة فابتسمت جميلة وقالت حسنا سأرتديه فقط لأنك طلبت من ذلك ودخلت جميلة الكوخ واستبدلت ملابسها بذلك القميص الكبير ثم خرجت وقالت أنت محق أشعر وكأني قد تحررت توا من سجن آخر نظر هو إليها فكان قميصه ليس كما اعتقد فأشيح بوجهه حياء فضحكت هي وقالت لماذا تشيح بوجهك عني ألست أنت من طلب مني ذلك قال عدي كنت مخطئا عودي للزي السابق فهو أستر لكي قالت لكنه غير مريح في جو الغابة الحار الرطب هذا خذه فلم أعد أريده رمت عليه بزيها الفضائي وجلست على الأرض فتلقفه وقال حسنا فقط لهذه الليلة سأذهب الآن لأعلقه لألا تمزقه الحيوانات الليلية الزاحفة ونهض عدي ثم قالت إلى أين قال سأقوم بتعليق الزي وأعود حيلا قالت جميلة سأنتظرك على أحر من الجمر ابتسم لها عدي وانصرف أخذ عدي الزي وقد أغرته ورائحته العطرة فشمه مستمتعا ثم أحس بوجود شيء بداخله في منطقة الحزيم فاستخرجه فإذا هي ورقة صغيرة مطوية دفع الفضول عدي إلى أن يفتحها ففوجئ بها مكتوبة بلغة لا يفهمها وهنا سمع صوت جميلة تخاطبه من الخلف ماذا تفعل؟ اتجهت جميلة نحوه فشاهدته يمسك بالورقة التي وجدها فاختطفتها من بين يديه وقالت ودمعها تنحدر على خديها كيف أمكنك أن تفعل ذلك بي؟ لماذا؟ استغرب هو تصرفها بشدة فقال آسف إن كانت هذه الورقة تعني لك شيئا ولكن لم أفهم اللغة المكتوبة فيها أقسم لك قالت ودمعها ما تزال تجري بحرقة المهم أنك رأيتها لن أغفر لك أبدا هذه المرة ثم تركته وركضت نحو الكوخ وأغلقت الباب على نفسها ركض هو خلفها يستسمحها لكنها رفضت الإصغاء إليه جلس عدي وظهره إلى الباب وقال باستياء لا يمكنك أن تفعل هذا بي جميلتي إنه خطأ غير مقصود مني وأنت تعرفين ذلك جيدا فلماذا تعاقبينني بشدة هذا غير عادل بالمرة لكنه لم يسمع سوى صوت بكائها ثم قالت له أرجوك اتركني وكف عن مخاطبتي قال عدي حسنا سأداعك لكن سأستلقي قرب الباب لحراستك هذه الليلة وبعد دقائق جاء الزئب باسل وتكلم مع عدي بلغة يفهمها قائلا ماذا حدث؟ أجابه عدي بما جرى مستغربا في الوقت نفسه من ردة فعلها غير المنطقية فابتسم باسل ثم يتمدد على الأرض جنب عدي وقال لا تقلق لقد فعلت هي ذلك لأنها تحبك وتخاف عليك بشدة ازداد استغراب عدي وقال لا أعرف كيف تجري الأمور في كوكبكم ولكن هنا لا أفهم تصرفاتكم بتهتا قال باسل من أي كوكب أنت؟ أولم تفهم بعد أن دمعها الغزيرة تلك هي لأجلك عدي؟ قال عدي تقصد أنني السبب في بكائها؟ قال باسل لا أيها الأرضية الأحمق إنها تبكي عليك لأنها تخشى أن تفقدك؟ قال عدي لكنها قالت إنها لن تغفر لي أبدا قال باسل بالطبع لن تغفر لك بعد أن تسببت أنت بما يعرض حياتك للخطر ويبعدك عنها وهي التي تعشقك كثيرا قال عدي أرجوك تحملني قليلا أيها الذئب الحكيم وأخبرني ما الذي فعلته أنا بالضبط قال باسل حتى أنك جرحتني بسهمك في أول لقاء بك لكنك قمت بتضميض الجروح جيدا وشفيت سوف أخبرك الحقيقة التي لم تخبرك بها جميلة الورقة التي اطلعت عليها أنت والتي كانت جميلة تخفيها جيدا في طيات ملابسها هي في الواقع قائمة بأسماء وعنوين أبرز قادة غزاة موطننا وكذلك أسماء قادة الثوار ضدهم جميلة سرقت تلك القائمة من عريسها سلاف المفترض أن تتزوجه وهربت بها إلى هنا إن حصول جماعتنا الثوار على تلك القائمة مهما جدا للقضاء على الاحتلال وللأبد وبالمقابل فإن حصول الأعداء عليها سيقضي على الثورة ويخمدها تماما ولكني لا أفهم شيئا من تلك القائمة قال باسم ما دمت قد رأيتها بعينيك فالغزاء سليبهم في انتزاع صورة القائمة من ذاكرتك وهذا ما كانت تخشوه جميلة فلو قبض عليك العدو وأنت تحمل تلك الذكرى لقتلوك فورا قال عدي مهلا علي مهلا لكنك قلت أن العدو قد فشل في تتبع مسور جميلة إلى هنا وهذا يعني أننا في مأمن قال باسم أنا لم أقل ذلك بل جميلة هي التي ترجمت لك كلامي إلى معنى مغاير حتى لا تقلق أنا أخبرتها أن إحدى مركبات العدو قد هبطت بالفعل وهم في أثرها الآن تعجب عدي لما سمعه وقال تذكرت الآن أن ملامحها تبدلت من الوجوم إلى الفرح عندما جلبت أنت الأخبار لها يا إلهي جميلة لا تزال تحاول حمايتي إذن وأنا أتصرفك الأخرقي قال باسل أنتم بأمان هنا هذه الليلة لكنكم يجب أن ترحل عند الصباح اقترب عدي من باب الكوخ فسمع صوت نسيجي جميلة وهي تقول كلمات مؤثرة عن عدي وأنها هي السبب فيما يحصل له فيما بعد تأثر عدي فقال لماذا تتصرفين وكأني راحل لا محالة قالت ودمعها من قطع لحظة عدي قال فورا نعم يا نور عيني قالت جميلة عليك بالرحيل إلى خارج الغابة قبل شروق الشمس لتكون بأمان أبدى عدي انزعاجه وقال أرحل كيف أرحل أنسيت أني تعهدت لك بأن مصيرنا واحد وأن المحتل إذا جاء فعليه أن يواجهني أولا قالت جميلة إني أعفيك من أي عهد قطعته لي والآن أرجوك إرحل جر عدي قدميه مبتعدا عن الباب بتثاقل وتمدد على الأرض يفكر بينما جميلة أمضت ليلتها داخل المخزن الضيق تفكر بعدي وتحاول إبعاده عن بالها فلم تقدر فلما كاد الفجر أن ينبلج فتحت هي الباب وتطلعت إلى الخارج بفضول فإذا بها تشاهد عدي ممددا على الأرض بلا حراك فاستيأت وقالت في نفسها يا له من عاشق أنا سهرانة أبكي الليل كله وهو نائم كالميتي وهنا لمحت جميلة إزرقيق شفتيه فاقتربت منه وتحسسته فلم يتحرك بل كان ملمسه باردا فداخلها القلق والخوف عليه فأخذت تهزه وتناديه باسمه فلم ينهض تلا ذلك أن تقدم باسل وقال إنه مسحور فلقد تناول عن طريق الخطأ ثمرة كانت قد سحرتها ساحرة شريرة تقيم في نهاية الغابة بينها وبين عدي عداوة متأصلة فزعت جميلة وصوحت يا إلهي وما العمل باسل أخبرني قال باسل أخبرن عدي أن وصفة إبطال السحر موجودة في رقعة داخل المخزن الذي كنت فيه قالت ولماذا لم تخبرني منذ البداية قال باسل عدي لم يشأ أن يزعجك وقرر الانتظار حتى الصباح عسى أن يزول السحر قالت بتوتر لكن ألا تراه ويحي إنه يكاد أن يموت وهرعت جميلة من فورها وبحثت عن الوصفة حتى وجلت رقعة قديمة بين الأغراض المتربة فأخذتها ثم عادت راقضة نحو عدي فجثت قربه وفتحت الوصفة وبدأت بقراءتها لاحظت جميلة أن الوصفة غريبة بعض الشيء فهي تنص على أنك إذا أردت أن تخلص شخصاً عزيزاً على قلبك من السحر فعليك أن تظهر له حبك شكت جميلة بالأمر لأول وهلة لكنها عندما نظرت إلى حالة عدي وإن قطاع نفسه وكذلك إلى الرقعة القديمة ومكانها وسط المخزن نفس المخزن الذي أقفلت هي على نفسها فيه طوال الليل كل ذلك لم يدع لها مجالاً للشك في حقيقة حالة عدي وصحة الوصفة لذا شرعت هي بإمساك يديه وأخذت تفرقهما ثم قربت وجهها من وجهه وبدأت تناجيه قائلة عدي أتسمعني يا حبيبي هذه أنا حبيبتك جميلة ذات الشعر الناري كما تحب أن تطلق على جميلة التي تحبك أكثر من نفسها جميلة التي تحبك كثيراً وأخذت دموعها الجميلة تتساقط كحبيتي الرزيزي المتلألئي على وجهه ابتسمت وأضافت الوصفة تقول لي أن أظهر حبي للمسحور العزيز على قلبي شيء مضحك وهل في الأرض كلها شخص أعز وأقرب وأحب وأروع وأجمل وأحلى منك يا حبيبي يا عدي ثم قبلت يديه وشبكتهما بين يديها وقولت بصوت شجي ماذا تنتظر هيا انهض وعانقني كما اعتدت أن تفعل لا تستطيع فلم يبدي هو أية ردة فعل وما نهض فبدأ قلبها بالخفقون عانقته بقوة وقد ازداد بكاؤها فما زال لم ينهض فلم يفتح عينيه فتأثرت بشدة وقالت مستحيل هل حب دون المطلوب هل قصرت في حب إياك شيئاً إذن لماذا لا تفيق يا عمري لكن عدي لم يفتح عينيه فوضعت يديها على صدره وأخذت تهزه وتقول بتعصب لما لا تستيقظ هيا استيقظ أرجوك أتوسل إليك بالله عليك انهض بسرعة لكن بلا جدوى لم يستيقظ عدي وفي تلك اللحظة رغم محاولة جميلة لم تأتي نتيجتها فأشاحت بوجهها عنه ثم وضعت رأسها بين ركبتيها وأخذت تبكي وتقول أوهن يا إلهي يبدو أن حبي لحبيبي غير كاف يا لي من جاحدة فحبي غير فعال إلى الدرجة التي توقظ حبيبي من رقضته ليتني أمضيت معه ليلتنا الأخيرة سوية والله أردت حياته لكن يبدو أن الموت يلاحق كلين معا أهسفة يا عدي لأني خذلتك أهسفة لأني أبعدتك عني أهسفة لأني لم أكن أستحق حبك إيهي وهنا سمعت جميل صوت عدي يقول هذا ما أردت سمعه التفتت هي متفاجئة فشاهدت عدي يرفع رأسه مبتسما وقد اتكأ بمرفقيه على الأرض فقفزت عليه غير مدركة وعانقته وإعادته وكانت دموعها تنهمر مثل المطر ثم تذكرت أمرا فابتعدت عنه وقالت هل كنت تخدعني طوال تلك المدة حتى تسمع ندمي وأسفي قال عدي لقد أكلت ثمرة سامة متعمدا معروف عنها أنها تبطؤ الأنفاس وتخفض الحرارة التفتت هي إلى باسل وقالت وأنت كنت شريكا له في خداعي قال عدي لقد ساعدني باسل وأخبرك بما أمليته عليه بالضبط قالت لكن الوصفة قال الوصفة حقيقية لكني لم أكن مسحورا كما عرفتي أمسكت هي برأسها ونهضت مذهولة غير مصدقة أنها سقطت ضحية خدعة متقنة وقالت لقد شككت في الأمر منذ البداية كيف تجرؤ على أن تتلاعب بعواطفي نهض عدي خلفها ووضع يده على كتفها وقال أنا آسف لأنك اضطررت إلى المرور بكل ذلك التفتت إليه وكان يتوقع أن تصرخ عليه لكنه فوجأ بها وهي تقول أنا كنت أستحق ذلك لأني أبعدتك عني بطريقة فضة ثم ذهبت وجلست قرب الكوخ وهي تسترق النظر إليه بطرف عينيها وكأنها تنتظر منه أن يأتي ويصالحها فجاء هو فعلا لكنه تمدد بقربها وأعطوها ظهره وكأنه يريد النوم فاستغربت وقالت ماذا تفعل؟ قال عدي أريد أن أغف قليلا فما زلت أشعر بالوهن وقضيني عند شروق الشمس رجائا غضبت هي وقالت كيف تفكر بالنوم بعد الذي عملته معي؟ ألا ترى حالي؟ التفت إليها وقال وما بك؟ قالت ألا ترى أني غاضبة؟ قال عدي غاضبة؟ عضت على أسنانها وقالت بل غاضبة منك وها أنت تريد أن تنام وتتركني بتلك الحالة آه منك أيها الأرضي البائس؟ قال عدي ولكنك قلت أنك كنت تستحقين ما جرى معك؟ قالت جميلة لكن هذا لا يمنع أن تعتذر لي وتأخذ من خاطري قال ولكني اعتذرت لك؟ تداركت نفسها وقالت اعتذارك لم يكن مقنعا بالمرة ثم أشحت بوجهها عنه بكبرياء المجرحين فاقترب هو منها أكثر لكنه كان ينظر إلى باسل حينما قال إذن فحبيبتي تريد مني اعتذارا أكثر من ذلك؟ يا ترى هل هي تستحق ذلك؟ أجبته بسرعة وهي تنظر إلى باسل أيضا ولماذا لا تستحق حبيبته ذلك؟ ألم تظهر تلك الحمقاء له حبا؟ لم يكن ليحلم به أرقى العشاق على الأرض؟ استدرك عدي قائلا لكن يا باسل هل أنت مقتنع بعرض مشاعرها؟ أم كان مجرد تمثيل؟ وقف الزئب المسكين حائرا بينهما ولم يجر على الكلام فصاحت به جميلة؟ أسمعت هذا المهرج؟ قال تمثيل اسأله كم بكت عليه؟ أفكل هذا تمثيل؟ ثم ماذا عن تمثيله هو؟ أفلا يعد جريمة يعاقب عليها قضاط الحب بالطرد والبعد مدى الدهر؟ قال عدي حبيبي يا باسل أنا ما قصدت هنا التفتت جميلة إلى عدي وقالت بزهوي المنتصر استغرقت هي في مدحه وقد تهلل وجهها وانشرح صدرها لكنها فجأة عادت إلى ما كانت عليه فصحبت يديها من يديه والتفتت إلى باسل وقالت أما تراه يا باسل هذا الأفاك المخادع؟ كيف لقلبي يكسر ثم إياه يجبر؟ يقول أني كنت أمثل فيمتدحني ثم يتنصل بربك هل بذلك تقبل؟ بل هل ترضاه وأنت الفيصل؟ أراد باسل الكلام فقاطعه عدي بالقول لا تحكم الآن يا باسل حتى تسمع تمام حجتي أما علمت أيها الذئب الحكيم أنها قامت بطرد وإقصائي بشكل فاضح وبلا سبب واضح؟ بعد أن سلبت هي عقلي وملكت فؤادي فمن الذي يكسر ويجبر الآن؟ وهنا التفتت هي مرة أخرى إلى عدي بعد أن اتسع فيها من الدهشة ثم وقفت وقالت عدي أنا لم أنت كيف؟ عقدت المفاجأة لسانها فغر ورقت عيناها بالدموع حينها أسرع إليها عدي فأمسكها من عضيها وقال أوهن لا 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 يا حبيبتي لا تسكبي تلك الدموع الغالية أنا كنت أمزح لقد انسقت وراء هذه التنثيلية ولم أعلم أنك حساسة إلى هذه الدرجة وسيل دمعها كحبات اللؤلؤ على خديها وقالت ولكني ما كنت أمزح يا عدي لقد حرقت لي قلبي وجاثى هو على ركبتيه وأخذ يقبل ظاهر كفيها مرورا ويقول سلامة على قلبك يا روح قلبي يا جميلتي آسف أعتذر إليك بشدة عن كل شيء يا حبيبتي أغفري لي غروري أهلا فعلت ثم نهض ونظر إليها ونظرت وكانت تشهق من البكاء وهي تنظر إليه وكأنها تستعطفه أن يراضيها أكثر وبصورة أشد الحيحا أو كأنها تريد أن تعاقبه بأرق العتاب وأعذبه لكنها تشفق عليه حتى من هذا النوع من العتاب وكانت صورتها وهي في تلك الحالة من الروعة بمكان بحيث أن عدي نفسه قد بهت من سطوتي بهائها عدي استصغر نفسه أمام حضورها الطاغي فلام نفسه على ما فعل وقال هيا عاتبيني اضربيني افعلي بي أي شيء ماذا تنتظرين لماذا تكتفين بالنظر إلي نظرة المظلوم تلك ألا تعلمين أن نظرة واحدة من نظراتك هذه تشق علي ألف مرة أكثر من طعن السكاكين قالت جميلة هل سحرتني يا عدي أوهن تبا لك ولغرامك فما أبقيتما على حالي من حال رد عدي بل أنت الساحرة يا جميلة وأنت خطافة القلوب وأنت سفاحة العشق يا جميلة أنا أحبك ولو كررتها من الآن إلى نهاية الدنيا لما بلغت شطرا مما أشعر به حقيقة وهنا قالت جميلة لقد أرضيتني وفوق الرضا يا أحلى حبيب ولقد كنت بحاجة إلى ما صنعت بي حتى أتمكن من تحديد أولوياتي وقد كشفت لي لعبتك الصغيرة تلك أنك يا حبيبي على رأس قائمة اهتماماتي فشكرا لك كنت مخطئة إذا أبعدتك ومخطئة أكثر لو غضبت عليك وواصلت إبعادك عني فالحياة قصيرة لنبددها بالابتعاد عن بعض وداخلك لينا حب عظيم أذهله كلامها فأمسكها من يديها وقال أشعر وكأني بإمكاني التحليق ولو فعلت لحملتك معي عبر السحاب كي أريك روائع وعجائب الأرض تماما كالبقعة التي كنا فيها إلى درجة أنك لن تجرؤ على إغلاق عينيك خشية أن يفوتك منظر واحد وعند ذلك تكلم باسل قائلا يبدو أنكما لم تكون بحاجة إلي واستغرق الحبيبين في أمسية شعرية رائعة حتى ظن أنه مقر أنضايا وقتا طويلا من الزمن لكنها في الحقيقة لم تكن سوى دقائق معدودة اضطر بعدها باسل أن يقاطعهما بعوائه ليذكرهما بشروق الشمس حينها قال عدي يجب أن تغادر الآن يا جميلة امتطي صهوة باسل وانطلق شميلا وأنا سأختبئ هنا لأتتبع العدو القادم اضطربت جميلة حتى أخذت ترتجف خوفا على عدي فسلم عليها عدي وقال جميلتي كف عن القلق قالت بتوتر على الأقل دع باسل معك فهو قوي قال عدي سيبقى معك لحمايتك بالإضافة إلى أنه حيوان كبير وتسهل ملاحظته وسيفضح اختبئي شعرت هي بالحزن فقالت بصوت متهدج إذن لماذا أشعر أني قد أراك للمرة الأخيرة قال يا جميلة ماذا سأفعل بك اسمعي يا حبيبتي أعدك أننا سنتقابل مجددا هذا النهور ما رأيك امتلأت عينيها دمعا رقراقا فقالت بصوت يذيب الحجر وعد بدون خداع أجاب عدي وعد وبدون خداع آنذاك وافقت جميلة على امتطاء صهوة باسل فانطلق بها فورا نحو شمال الغابة فطفق عدي يراقبهما بنظراته حتى اختفي وكان لعدي العديد من المخابئ التي يستعملها لمراقبة طرائده أثناء جولات صيده وقد استعين بأحدها لمراقبة الطريق الذي ظن أن العدو قد يسلكه وقد صدق حدثه فبعد دقائق لمح عدي شخصا يرتدي ثيابا شبيهة بتلك التي ارتدتها جميلة وهو يحمل في يديه أداتا غريبة قد تكون سلاحا وما أنصار الغريب في طريقه حتى ديس على أحد في خاخ عدي فانشال بوسطة حبل إلى أعلى شجرة وهو مقلوب رأسا على عقب وقد علقت قدمه بأنشوطة حبل خرج عدي من مكمنه حالا يريد القبض على فريسته لكن الشخص الغريب قام بتصويب سلاحه على الغصن المربوط به الحبل وأطلق منه نارا ذات صوت مدوي فدمر الغصن وسقط الغريب على ظهره تفاجأ عدي من الصوت لكنه واصل اندفاعه نحو الدخيل يريد أن يصرعه فالتفت إليه الغريب وبادره بإطلاق النار بصورة كثيفة فقفز عدي مختبئا خلف جذوع الأشجار وأخذ يشاهد الإطلاقات النارية وهي تمزق كل شيء من حوله فأذهلته قوة ذلك السلاح هنا وجه عدي قوسه وأغمض عينيه وانتظر توقف الغريب عن الرمي فلما حانت اللحظة المرتقبة وثب عدي من خلف الشجرة وأطلق سعما مارقا أصاب ذراع الرجل الفضائي فأسقط سلاحه فحاول الغريب حمل سلاحه بيده الأخرى لكن عدي لم يمهله حتى ركله على وجهه فطرحه أرضا وصوب عدي سهما آخرا نحو الدخيل فصرخ الأخير بلغة مجهولة فصاحبه عدي تكلم بلغة هذه حتى أفهمك هنا قال الغريب إنني أدعى سلاح وقد جئت هنا لاستعادة خطيبتي التي تاهت في الفضاء إنها شابة ذات شعر أحمر لا بد أنك قد رأيتها في هذه الأرجاء أرخ عدي قوسه للحظة وقال إذن أنت خطيبها المزعوم لمعت عين سلاف وقال إذن أنت تعرفها فعلا وهنا غافل سلاف عدي بأن سحب من ظهره سلاحا آخر فلما أوشك أن يطلق عليه النور فوجع الاثنان بصوت رصاصة تأتي من خلف الأحراش وتصيب سلاف في صدره فسقط مدرجا بدمه ثم خرج من بين الأشجار رجل فضائي آخر يبدو عليه كبر السن وهو يحمل سلاحه سيرع عدي بتصويب نشابه نحو الرجل الجديد فرفع هذا يديه وقال أنا في صفك ولهذا السبب أنقذت حياتك ولم أقتلك وسأثبت لك ألقى الرجل بسلاحه جانبا وقال سمعتك ما تتحدثين وعلمت أنك تعرف الفتاة الصهبو أنا عمها وأحد قادة الثوار وأريد أن أراها هنا وبينما كان سلاف ممسكا بجراحه المميت إذ أخرج جهازا من جعبته وضغط عليه فسمع الجميع صوت انفجار من داخل الغابة ثم قال سلاف إذا كان يجب أن أموت فستموت خطيبتي معي لقد عثرت على مركبتها مخفية بين الأوراق ثم سقط ميتا فصوح العم يا إلهي لا قال عدي بنرفزة أخبرني ماذا فعل سلاف الآن وركض العم نحو مصدر الانفجار يلحقه عدي فلما بلغاه قال العم لقد فجر الوغد مركبته إضافة إلى مركبة ابنت أخي وهذا يعني أنها ستموت اختناقا ما لم تعود معي حالا إلى عالمنا فهي تعتمد على مركبتها في دعم حياتها واستمراريتها نزل وقع الخبر على عدي كالصاعقة فركض فورا نحو الشمال يتبعه العم وبعد دقائق تلاقى الاثنين وجها لوجه مع باسل الزئب وهو يحمل جميلة قال باسل لقد شعرت جميلة فجأة بالوهن الشديد لذا جئت بها إليك جريا هرع عدي إلى حملي جميلة من على ظهر باسل وأجلسها وهو يتأملها ويخاطوها بنعومة وقال جميلة أأنت بخير ردي علي فتحت هي عينيها وقالت بصوت واهن حبيبي أهذا أنت لقد وفيت بوعدك لي حقا ها أنا أراك أمامي حيا فقالت له عدي أتحبني يا عدي ظننت أني لن أعرف الحب أبدا لأن لم أجده على الأرض وإذا بي أتفاجأ بك من السماء ليقع حبك في صميم قلبي ابتسمت هي رغم ضعفها وقالت الحب يسقط من السماء أحيانا قال بإنكسور أصبطي فللحب طرائق عجيبة للنيل من قلوبنا وهنا اقترب العم وخاطب جميلة فتعرفت إليه التفت العم إلى عدي وقال يجب أن نحملها إلى مركبة كي أنطلق بها أنا وهي إلى موطننا فورا وإلا ماتت هنا وتم نقل جميلة بواسطة باسل إلى مركبة العم لكنها وقبل أن تصعدوا صوحت ماذا أنتم فاعلون أنا لن أرحلى أبدا أمسكها العم وترجوها أن تصعد المركبة حتى يعيدها إلى الوطن لألا تموت هنا لكنها تمردت بشدة وقالت لا 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 أريد الذهاب لا تبعدني عن حبيبي قال العم لعدي للأسف لا ينفع أن تأتي أنت معنا فالمركبة بالكاد تسع لشخصين بالإضافة إلى أن الزي الضيق هذا مصمم ليحمين من البرود الشديدة في الفضاء وبدلة سلاف قد تضررت لذا فمن غير المعلوم إن كنت أنت ستنجو من الرحلة الطويلة قال عدي هل من الممكن أن تعود هي إلى الأرض يوما ما؟ أجاب العم الآن مستحيل لأن مركبة جميلة هي من تقنيات العدو المتطورة وصنعنا لواحدة جديدة تحمل خصائص جميلة الحياتية يحتاج من إلى عشرين سنة لذا آسف جدا يا عدي وهنا تقدم عدي وجلس بقرب جميلة وتأملا بريق عينيها الذي بدأ يزوك الورد الزابلة فأخذ يخاطبها وقد تحدرت الدموع على خديه جميلة يجب أن ترحلي معه لقد فجر سلاف مركبتك ما يعني أني سأخسرك للأبد؟ لو بقيت هنا أجابت هي لكني أفضل الموت هنا بين ذراعيك على أن أعيش بعيدا عنك قبل هو يديها وقال عمري وحياتي أنت يا جميلة ثم أردف قائلا لكني سأبقى حزينا جدا لو قضيت نحبك بينما سأشعر بالأمل والسعادة لو عدت إلى موطنك وأنا أعلم بداخلي أنكي على قيد الحياة هناك بين أغوار النجوم طهاطل الدمع من عينيها البريئتين كالمطر فدخلت في نوبتي بكاء شديدة فضمها عدي إليه فقالت وهي في غمرتي بكائها عدي لا تجبرني على الرحيل فأنا لا أطيق الحياة بدونك ولا للحظة أرجوك يا عدي بكى عدي وقال أرجوك لا تصاعبي الأمر على قلبي أكثر من ذلك أتوسل إليك أن تركبي فلم يعد لي طاقة ازدادت جميلة وهنا على وهن لكنها ما زالت على موقفها الرافضي للركوب فهزت رأسها وامتنعت امتناعا شديدا فما كان من عمها إلا أن أمسكها من الخلف وسحبها للداخل وهي تصرخ وتحرك ساقيها بعنف فطلب العم من عدي أن يمسكها من ساقيها ففعله لكن جميلة أخذت تتلوى بجسدها محاولة التملص فقال لها عدي أرجوك لا تقاومي وأخيرا فقدت جميلة وعيها فتم إدخالها المركبة ثم قال العم أين زيها يجب أن نلبسه إياها قبل الرحلة قام باسل بجلبي زي جميلة فقام العم بإلباسه إياها وبداخله القائمة السرية وبعد ذلك طلب العم من عدي أن يبتعد لغرض انطلاق المركبة نظر عدي نظرته الأخيرة إلى جميلة قبل أن يتم إغلاق الفتحة تلا ذلك أن انطلقت المركبة بسرعة البرق إلى عنان السماء مخلفة دويا هائلا وعمودا من الدخين فوقف عدي يرعاه بعينيه حتى أصبحت المركبة كنقطة براقة في السماء ثم اختفت كليا آنذاك سقط عدي أرضا على ظهره واستمر في مطالعة السماء بحزن حتى كاد يغم عليه من شدة الوجع وهكذا رحلت جميلة عائدة إلى موطنها مر أسبوع وأسبوعان وثلاثة وشهر وشهران وثلاثة أشهر وفي كل ليلة يجلس عدي برفقة باسل وهما يترقبان السماء المرصعة بالنجوم يتفكر عدي خلالها بحبيبته فيتغنى بحبها ويبثها أشواقه ولوعاته ثم يلتفت إلى باسل ويقول ما ستظن يا صديقي أتعتقد أنها تستحق الانتظار لعشرين سنة أعتقد أني سأنتظرها كل تلك المدة نعم هذا ما سأفعله هذا ما كان من أمر عدي أما ما كان من أمر جميلة فإنها لما أثاقت في المركبة بكت ونيحت كثيرا لكنها في النهاية رضخت للأمر الواقعي رغم أنها لامت عدي لأنه تخلى عنها لكن عمها أخبرها أن عدي فعل ذلك لأنه يحبها ويخاف عليها كثيرا فقالت له أعلم ذلك ولومي له ليس بدافعي الغضب بل هو لوم المحبين الوالهين وبعد عدة أسابيع في الفضاء وانطلاقه بسرعة الضوء وصلت المركبة أخيرا إلى الوطن فتم الاعتماد سريعا من قبل الثوار على القائمة التي بحوزة جميلة وخلال أيام تم قتل أو أسري كل جنرالات العدو المذكورين في القائمة وبسبب ذلك مالت كفة الحرب لمصلحة الثوار وما هي سوى شهور قليلة حتى تم دحر الغزاة وترضهم إلى الأبد واستعادت جميلة عائلتها المفقودة كل ذلك تم بفضل شجاعة جميلة وحسن تصرفها بعد نجاحها في الحصول على تلك الوثيقة الخطيرة وبعد نشر الحرية وإحلال السلام كانت جميلة تقضي معظم الوقت بمفردها وهي تتصرف تماماً كما يفعل عدي في تلك الأثناء على الأرض تستلقي تحت النجوم تستغرق في التفكير بعدي حبيبها الأرضي تخاطبه وكأنها تشاهده عياناً بين النجوم فتبثه لواعج قلبها المتيم بحبه واستمر حال العاشقين على هذا الحال لعدة شهور أخرى وفي أحد الأيام طلبت عائلة جميلة أن تتزوج وتنسى الماضي وتتطلع إلى الأمام عائلتها طلبت من عمها أن يتحدث معها بهذا الخصوص فاجتمع بها وأخبرها أن تتصرف بواقعية طالما أنها لن تستطيع العودة إلى الأرض ثانية لذا عليها أن تتزوج بشاب من أبطال المقاومة وقد تم سلفاً تعيين ذلك الشاب حاولت جميلة تملص مروراً من هذا الموضوع لكن كثرة الضغوطات أجبرتها أخيراً على الرضوخ والموافقة لكن جميلة بقيت وفية على عهدها بندبه حبيبها عدي وفي كل ليلة كانت جميلة مستلقية كعاداتها تطالع السماء بنظراتها الحالمة إذ خاطبت السماء بدموع جارية حبيبي ما هي أخبارك؟ يا ترى أتراك تراقب السماء الآن وتفكر بي كما أفكر بك؟ بالنسبة لي فأنا في حيرة ثم أجهشت بالبكاء وقالت آسفة يا حبيبي آسفة يريدون أن يزوجوني ليبعدون عنك يا إلهي ماذا سأفعل؟ ثم استغرقت في البكاء وبينما هي كذلك إذ فجأة مرق من أمام عينيها نيزقاً سريع فراقبت الجسم الطائر بدهشة وقالت إنه ليس بنيزك إنه مركبة قد تكون تابعة للعدو سأتحقق تابعت جميلة مسار المركبة حتى سقوطها على الأرض فاتجهت نحوها حتى بلغتها فوجرت عمها وبعض الأفراد المسلحين قد سبقوها وطوقوا المركبة الغريبة وقف الجميع بترقب تام وهم ينتظرون ما سيجرى حينها وهم ينتظرون ما سيجرى حينها إن فتح باب المركبة وخرج منه بخار كثيف ثم قفز من بين البخار شاب يرتدي ملابساً جلدي غريبة وهو يسعل ويتنفس بسرعة وجلس الشاب على ركبتيه ثم أخذ يدير بصره حواليه فلما وقع نظره على جميلة أشار إليها وقال مرحباً يا نارية الشعر لا أحد يعلم يقيناً حجم وطبيعة المشاعر مرحباً يا نارية الشعر لا أحد يعلم يقيناً حجم وطبيعة المشاعر التي اجتاحت جميلة في تلك اللحظة مشاعراً أدت بها إلى أن تنهار فوراً وتفقد وعيها حالما سمعت بجملة القادم الغريب والذي لم يكن سوى عدي نفسه عدي الذي ركض نحو محبوبته فتلقفها بين زراعيه ثم أخذ يطبطب على خديها بكل حنية ويقول جميلتي استيقظي الآن فلقد قطعت نصف الكون لأجلك وهنا جاء العم وقال لكن كيف استطعت فعلها قال عدي لقد عثرنا أنا وباسل صدفة على مركبة الجد الذي جاء على متنها قبل سنوات وقد كان خبأها جيداً خلف شلالات ألواحة الغناء في الغيبة باسل لم يكن يعلم بمكانها مسبقاً لكنه كان جرواً حينها وبمساعدة باسل تمكنت من تشغيلها والقفز بها إلى هنا قال العم ولكن كيف احتملت السفر عبر الفضاء بدون ملابساً خاصة قال عدي لقد أخبرتك بمساعدة باسل وهنا قفز من المركبة الزئب باسل واتجه نحو عدي قال عدي السبب في بقاء باسل حياً في الغيبة طوال تلك المدة هو وجود تلك المركبة واستمداده الحياة منها وهو ما يدفعني للبحث عنها في الغيبة شبراً شبراً حتى عثرت عليها لذا كان يجب عليه أن يأتي معي عند انطلاق بالمركبة وإلا مات في الغيبة وهو السبب في عدم انجمادي في الفضاء لأنه احتضنني بفروه الغزير طوال الرحلة وهنا قال باسل كان الجد قد ضبط المركبة للعودة إلى هذا الكوكب لذا كل ما فعلناه أننا شغلنا الأزرار لتنطلق بنا إلى هنا ثم قام باسل بلعقي وجه جميلة ففتحت عينيها ببطء فلما رأت عيني حبيبها جرى دمعها مدروراً وقالت يا إلهي لا تجعله حلماً أرجوك يا ربي فليكن حقيقة وليس حلماً ابتسم عدي بعينين دامعتين وقال أنت لا تحلمين لا ليس بعد الآن مدت يدها تلمست وجهه ثم صرخت بعلوي صوتها عدي أوهن يا إلهي ما أكرمك وما أعظمك إذ استجبت لتوسلاتي وأعدت إلي حبيبي ثم أضوفت عدي تركت الأرض لأجلي رغم علمك أنك لن تستطيع أن تعود إليها بعد الآن قال عدي موطني هو حيث ما تكونين أنت يا جميلة قالت والفرحة تغمر أعماقها إلى هذا الحد تحبني يا عدي لدرجة أن تسافر عبر نصف المجرة لأجلي ابتسم هو ملياً ثم قال الحب يسقط من السماء أحياناً وهنا التفت العم إلى جماعته وطلب منهم المغادرة وبعد مدة قصيرة تزوج عدي من جميلة وعاش عيشة جميلة في هناءة ورغد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انتهت الحكاية اشتركوا في القناة شكرا شكرا شكرا